لكن النظام السائد هو نظام الابتزاز الاستجواب على أسس غير علمية فنية يحتاجها المواطن ليش معذرة أذكركم شيء أبتزة أو أشير إلى حد الزملاء الوزراء السابقين أنه شون تشتري النعال ب32 دولار هذا مو شغل الوزير طبعا شغل الوزير أن يتابع هذه المهام طريقة الاستجواب طيب مثال أنا عشته اليوم شوي رح أصرح به فاليوم مع انخفاض أسعار النفط إلى 2025 يعني الوضع المادي أصبح سيء جدا يعني الوزارة إمكانياتها المادية للصرف على المريض صارت جدا من حجرة بحيث الوزارة اضطرت أن ترجع بعض التموين الذاتي وهو تصرف صحيح أنه بعض المرضى نأخذ منه مبلغ بسيط جدا لكن يلم ويقلل الهدر أيضا واللي ما يستطيع انساعده لكن في نفس الفترة طرح أحد العقود وهو شراء القطن الطبي من وين من الصين جدا السعر كان حدود 50 مليون دولار 49 مليون دولار فأنا في لجنة العقود أشكلت أنه إحنا في حالة صعبة ليش ما نشتري من الشركة الوطنية للقطن قد المبلغ ممكن تعيد لي المبلغ جدا عفوا دكتور للقطن طبي عفوا أن دقيت شراء دقيقة كان ممكن نعم القطن الطبي ممكن تصنيعه هنا وموجود قد تكون بعض المواصفات احنا في حالة طارئة جدا لا هو أشكد المبلغ المبلغ أشكد تقريبا إذا نتكلم عن القطن أنا نتكلم عن العقد أول ما طرح 49 مليون دولار طرح 49 مليون دولار بعد الضغط وبعد المتابعة وبعد المطالبة استطعنا أن ننزل السعر إلى حوالي 11 مليون دولار فمرر العقد فنزلنا حدود 40 مليون دولار كان الأحرى هذا ما يطرح أبدا هذا كأمثلة من الهدر اللي يصير بسبب ضغوط أنا أحد الأشخاص في الوزارة وجه لي تسريب في النقطة قال أستاذ لا التعب نفسك هذا العقد رح يمشي هذه الأجواء طبعا تضعف الثقة من قبل المواطن ليس المواطن فقط حتى الأطباء الأطباء في مؤسسات الدولة لديها ثقة ضعيفة في ديوان الوزارة ولا أتكلم عن الحالية أنا أتكلم بصورة عامة أنا أتكلم بصورة عامة لأن العقود تخضع لضغوط غير فنية وغير احتياج المريض هذا يجب أن لا تحدث لو كانت العقود خارج الوزارة خليوا نشترها أنا أعرف جد احتياجي المادي وأريد أدوية وأريد قطن طبي بمستوى بعدد معين وبنوعية معينة هناك مجلس أعمار كان يشرف على بناء المستشفيات كان مجلس الأعمار من عهد الملكي الصور كان هو اللي يشرف على بناء مدينة الطب اللي بعدين فتحت 1970 ما وزارة الصحية اللي تقرر التفاصيل وأكثر هذه هي المواصفات العالمية طيب يعني ليش ذكرت يعني كذا نتكلم عن القطن الطبي هو من الصين أيضا ماسك للوجه يعني بستة مليار ونص دارة الصحة أيضا يعني من أصل 175 ألف جهاز تم تجهيزها من قبل وزارة الصحة هذه العقود اللي تتمشي يعني إحنا اليوم بحاجة إلى أجهزة أوكسجين أدوية هذه المواد التجميلية نتفعلها بالمليارات اليوم عندنا غياب لاختيار شخص المناسب والتعيينات بالقيادات العليا في وزارة الصحة برأيك تتم وافقة وفق التوافقات الحزبية والمحاصصة لأنها على تمرير العقود والله أنا ما أدري بالتفصيل برغم وجودي لسنوات عديدة هل هي تخضع للمحاصصة العقود ولكن تخضع للي قويه وعنده يقدر يهدد ويقدر يدفع أكثر ومن وراء العباية وتوصلنا بطريقة شركات تعتبر وغيرها طبعا مو كل العقود نحن نتكلم عن عقود محددة اللي شابها فساد صراحة ما عندي أرقام أمامي يعني إحنا نعرف أنه مفوضة هيئة النزاهة مشغولة بهالأمور منذ زمن طويل فالأخرى يوجه الدعوة لها وليمثل عن أزال صحة